نعم ضحى أستمعي لك بشكل واضح الآن نتواجد الآن داخل مدينة درنة وعند آخر الحدود الشرقية للمدينة كما تشهدين من خلف الآن مدينة درنة نتحدث الآن عن استمرار عمليات انتشال الجثث من تحت الركام خاصة ما بعد انتقال هذه العملية ضحى من الجرفات والمعدات الثقيلة إلى المعدات الدقيقة والأجهزة المختصة بهذا الأمر ما بعد وصول الوفود اللجنبية للتعاون مع الفرق المحلية واللجنة العلية للاستجابة والضوارة المشكلة من الحكومة الليبية وبالتنسيق مع القوات المسلحة وقيادة الجيش قبل أن أدخل معك في التفاصيل ضحى دعيني نتنذكر مع السادة المشاهدين هذا الخبر العاجل بأن الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان قامت بتخصيص مبلغ 10 مليار دينار بالتحديد للمدن المتضررة ومن بينها مدينة درنة هنا وتم اعتماد هذا المبلغ وهذه الميزانية من ميزانية الطوارق قبل مجلس النواب مباعد إحالتها من رئيس الحكومة دكتور أسامة حمد من أجل أن يتم صرف هذه المبالغ على كل المدن والمناطق المتضررة جراء عاصفة دانييل وبالتحديد مدينة درنة بعد ما شدت المدينة من كارثة إنسانية على جميع المقاييس إن معدنا على غرار عمليات أو على مستوى عمليات الإنقاذ وفرق الإنقاذ فإن الجسور الجوية من عدد من الدول الشقيقة والصديقة وأيضا الأوروبية والأجنبية تستمر بالتوافد على مطارين مطار بنينة في مدينة بنغازي وأيضا مطار الأبرق القريب من هنا من مدينة درنة وبعدها يتم تسير هذه القوافل حتى الوصول إلى المدينة محمد ونحن نسمع إليك نريد أن رسورة أيضا والمشهد من حولك وأنت تتحدث عن دخول فرق الإنقاذ من كل الدول التي تريد أن تساعد لكن ماذا أيضا عن نقطة غاية في الأهمية وهي مسألة إذا كان هناك الآلات المناسبة لرفع الإنقاذ للبحث عن ناجين مصاحبة لأيضا فرق الإنقاذ التي دخلت إليك محمد نعم ضحى هناك حتى مروحيات بدأت الآن في طيران فوق سماء المدينة لتساعد الفرق العاملة على الأرض تم الاستعانة بهذه المروحيات من قبل قيارة الجيش من جهة أو حتى من الحكومة أو حتى من بعض الدول من أجل المساعدة في هذه العمليات تشاهدين معي الآن والصورة أبلغ من الكلام ضحى هذه هي المدينة الجزء على اليمين أقصى واليمين هو الجزء الذي الآن تبدأ فيه أو تنطلق منها عمليات انتشال الجثث والضحايا العمليات الدقيقة بدأت ما بعد وصول الفرقة الأجنبية والفرقة العربية كون أن هناك بعض المختصين خاصة من دولة تركيا وأيضا الشقاء من السعودية وجمهورية مصر العربية في الصفوف الأمامية يحاولون مع الفرقة المحلية البدء في هذه العمليات الدقيقة خوفا من أنه عندما تأتي بعض الجرفات أو الألات الثقيلة يتم في هذا التوقيت جرف ما تبقى من التربة هناك أبنية وطوابق هدمت بالكامل وأصبحت على مستوى الأرض الأدوار السفلية أو الأدوار التي تتقع فيها الدور الأرضي أو الطوابق التي فيها الدور الأول والثاني على سبيل المثال كلها أصبحت تحت الأرض لذلك عملية الإنقاذ تحتاج أولا إلى أجهزة خاصة كالكواشفة الحرارية متوفرة لدى الفرق التي وصلت إلى المدينة حيثي متبعتك محمد يعني هناك سعلى من العالقين من تابعت خروجهم من المناطق التي كانوا فيها عالقين نعم منذ يوم الأمس وحتى هذه اللحظة الآن أصبح الأمر مختلف على جميع الأصعدة ضوحة نتحدث عن أن هناك بعض العائلات تمكنت مع عودة الشبكات أو تغذية الهاتف المحمول من التواصل مع ذويها في خارج مدينة درنة وبالتالي تواصلوا ذويهم وأهليهم مع الجهات المسؤولة كغرف الطوار المشكلة هنا في المدينة حتى نتحدث عن جمعيتي الهلال والصليب الأحمر والتي بدورها تقوم بنقل هذه الإحداثيات لكل منزل أو كل عائلة لا تزال على قيد الحياة أو شخص لا يزال على قيد الحياة إلى أجهات المختصة ويبدأ رسم وصف للمكان ومعالم هذا المكان ومعه تبدأ عملية التحرك إلى هذه البنايات نتحدث عن خمسة مناطق بالكامل غمرتها المياه منسوب المياه كان يحدثني قبل قليل أحد شهود العيان وكان متواجدا لحظة حدوث هذا الفيضان بأن نسبة أو ارتفاع منسوب المياه كان يصل إلى عشرة أمتار أو أحد عشرة مترا منسوب المياه وما مكنه من أن ينقذ نفسه وعائلته بالكامل هو وجود طابق أرضي في منزله سمح له بعد أن غمرت المياه هذا الطابق الأرضي سمح له بالتحرك إلى شرفة البناية أو إلى أسطح البناية الخاصة به وبعد ذلك تمكن من النجاة بإعجوبة من هذا الموت المحتم والمحدق كان به في هذا التوقيت أما باقي المنازل باعتبار أن المدينة القديمة التي غمرتها المياه بالكامل وتعتبر من أبرز معالم مدينة ذرنة سويت بالأرض تماما وليوجد أي أدوار عليا في هذه المباني باعتبارها من المباني القديمة فكل هذه المباني بمن فيها قد أصبحوا تحت الأرض أو جرفتهم المياه بسبب قوة دفع المياه يعني غمرتهم إلى أن وصلوا إلى شاطئ البحر من جهة أو حتى إلى أن أصبحوا تحت الركام شاهدنا سيارات ومشاهد مؤلمة سيارات بالكامل كانت فيها طوابق العليا من جهة أو كانت فوق بعضها البعض على شواطئ البحر قذفتها المياه حتى وصلت من أقصى المدينة ما بعد انهيار هذا السد والذي قسم المدينة إلى شطرين شرقي وغربي جعل كل شيء يأتي أمامه إما إلى البحر أو تحت الركام والأنقاض تشاهدين معي ربما الآن إن أمكن لزميل المصور أن تشاهدين ومع سادة المشاهدين المروحيات الهليكوبتر المختصة بمساعدة الفرق على الأرض من أجل تسريع العملية بعض الشيء وعمليات إنقاذ من يمكن إنقاذه في سباق مع الزمن الأطقم المحلية من جهة أو حتى الأطقم الدولية والعربية التي تم الاستعانة بها من أجل المساعدة في هذه المجهودات الآن حتى الآن ربما أكثر من 200 إلى 300 شقص تمكنت الفرقة الإنقاذ ضحى من انتشالهم من تحت الركام هناك حتى عائلات بالكامل خرجوا أحياء بفضل الله من تحت الركام بفضل تظافر المجهودات وتوحيدة من يخرج من تحت الركام على قيد الحياة وخاصة مع عودة الاتصالات أو حتى بتنسيق الجهود يتم تسكينه في أي المناطق عمليات التسكين تتم على عدد من المصارات ضحى صراحة المصار الأول هو باعتبار التركيبة الاجتماعية للليبيين أو للدولة الليبية فإن غالبيتهم يلجأ إلى الأقارب والأصدقاء إما داخل المدينة أو حتى خارج المدينة في المناطق المجاورة ما تبقى من هؤلاء الأحياء الذين خرجوا وتم انتشالهم وإنقاذهم يتم تسكينهم في عدد من الفنادق رغم بعدها عن المدينة نتحدث عن مدينتين البيضاء وشحات مثلا أكثر من 250 كيلومتر من يرغب في التوجه إلى هذه المدن تتكفل الحكومة الليبية بدفع مصاريف إقامته في هذه الفنادق بالإضافة إلى حدوث سيول وانجرافات أيضا وفيضانات في هذه المناطق ولكن ليست بنفس الوتيرة يضطر أهل تلك المدن إلى السكن أيضا في هذه الفنادق لذلك التعويل الأول على الأقارب ومن يقضن داخل المدينة للسكن معهم والتعويل الآخر هو على دور الحكومة والتعويل الثالث أو السند الثالث هو ما يتم توفيره من خيام أو مدارس في هذا التوقيت أغلب أو غالبية مدارس المدينة هنا تم نشاهد طارق غالبية نشاهد إضافة الآن الطائرات تحوم على ارتفاع منخفض للغاية لمحاولة معرفة أي إشارات للنجاة في بعض المناطق في المدينة كمتشاهدين الآن هذه الطائرة أعود بك إلى موضوع السكن وتوفير المكان الملائم مدارس المدينة جميعات المدينة كل المؤسسات الحكومية داخل المدينة درنا أصبحت مأوى لهذه العائلات محمد هل وجود هذه الطائرة وهبوطها في تلك المنطقة هل يعني ذلك بأن ربما هناك من وجدوه سواء جثث أو أحياء هذه الطائرة مصارها تحركت من أماكن أو منطقة عمليات الإنقاذ حتى وصلت إلى هذا الجزء من المدينة هذا الهبوط يعني أمرين إما أنه تم إنقاذ أحد الأشخاص وهذا المهبط أصبح مخصصا لهذه الطائرة وتنتظرها سيارة إسعاف للتوجه بالحالة أو أنها عملية للنزول والتنصيق مع فرق مختصة على الأرض بعدها تعود الطائرة للإقلاع من جديد إلى نفس المنطقة المخصصة للبحث والإنقاذ للمشاركة في هذه الجهود المبذولة حاليا نعم ونحن سنبقى دائما في متابعة معك وكنت تحدثت منذ قليل أن قد عطت في مسألة التسكين في أي المناطق تقوم الفرق بتسكين هؤلاء الذين كانوا علاقين وتم انتشالهم تفضل صحيح ده توقفنا عند جزئية أن هناك مصارين المصار الأول هو يختص بالقارب وأصدقاء هذه العائلات أو حتى ما تبقى منهم على قيد الحياة داخل المدينة وفي مناطق لم يصلها الفيضان المصار الثاني هو ما حدثتك عنه يختص بالحكومة ومحارة إيجاد مأوى لهم إما عبر فناطق مختصة ويتم دفع تكريفهم قبل الحكومة الليبية المصار الثالث وهو الذي أقرب للواقع هنا الآن وهو كل المدارس صخرت بالكامل داخل المدينة وكل المؤسسات الحكومية الجامعات مثلا أصبحت في هذا التوقيت مخصصة لاستقبال العائلات التي أصبحت بلا مأوى وشردت ما بعد هذه الفاجعة أو بعد هذه الكارثة ويتم أيضا إرسال كل المعونات والمساعدات ويتم توزيعها بمعرفة الهلال الأحمر أو فرق الكشافة والمرشدات وبالتعاون مع الفرق المحلية على هذه المدارسة لذلك هذه المصارات الثلاثة هي ما تتوجه إليه العائلات ومن يتم انتشالهم أو إنقاذهم هناك أيضا للأسف أطفال صغار أصبحوا بلا والدين وبلا أي عائلات يتم انتشالهم ووضعهم في الأماكن المخصصة جراء هذه الفاجعة لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات